السلام عليكم متابعي دراما سبورت بهذا الفيديو رح نحكي عن صناعة داليهو إيران دوست لهدف رائع بمباراة صعبة وتواجده بشكل أساسي وكمان رح نحكي عن تألق محمد عثمان بالدور التايلندي بالإضافة إلى صدارة عمر خريبين لهدافية الدور الإماراتي وإصابة نوح شمعون للأسف قبل ما نفوذ بكلها التفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة ادفعك زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلعب تفاصيل شوف يا صديق العزيز ممكن بتتذكروا بالفيديو الماضي لما حكيت عن داليهو إيران دوست ونوح شمعون وأهمية إنه يشاركوا بشكل أساسي ويلعبوا من بداية المباراة ويحصلوا على دقائق كبيرة للأسف الشديد فرحنا بالبداية لكن انصدمنا بإصابة نوح شمعون بعد 25 دقيقة لعبها مع نادي راندرس الدنيماركي تعرض للإصابة لكن اللاعبين شاركوا بشكل أساسي يعني هذا الشي اللي مفرحني لكن الشي اللي زعلني إصابة نوح شمعون بطبيعة الحال طبعا داليهو إيران دوست تعادل بمباراة فريقه طبعا داليهو إيران دوست لعب مباراة ممتازة جدا ب60 دقيقة صنع فيها هدف هدف فينا نسميه اعتياذي من تمريرات سحرية بيعملها هذا اللعب المميز نادي بروما بوي كارنا السويدي بالدور السويدي عم بيتعادل بمباراة قوية أمام إك نادي كمان تاريخي وعريق بالسويد النقطة الرابعة لنادي بروما بوي كارنا فأنا بشوف أنه إلى الآن بداية موفقة لهذا النادي بالدور السويدي وبداية جيدة لداليهو عم بيلعب 60 دقيقة صنع هدف قدم مباراة جيدة واضح جدا بأن اللعب إلى الآن ما وصل لمستوى أنه يلعب 90 دقيقة بشكل كامل ما عنده اللياقة الكافية لكن من المهم جدا أنه يشارك من بداية المباراة من المهم جدا ياخد دقائق بدنا يوصل للمنتخب وهو جاهز بدنيا وجاهز بكل المقاييس مثل ما حكينا بالفيديو الماضي اللعب اللي بيلعب 10 دقائق أو ربع ساعة أمر صعب جدا أنه يواجه منتخب اليابان أو يواجه منتخب كوريا الشمالية نعم بمباراة مينمار شفنا داليهو إيران دوست ومدحنا ووصفنا لكن بالمباريات القوية المباريات الكبيرة أنت بتحتاج للاعب بإمكانه يعطي 90 دقيقة بنفس الرتم بنفس المستوى فالنادي هو اللي بيحدد هل يعترى هذا اللاعب جاهز للمنتخب أو لا وليس العكس يعني اللاعب هو اللي لازم يكون بارز بالنادي لحتى يجي لعب مع المنتخب الشي اللي عم بيشوفه بيداليهو إيران دوست لعب موهوب، لعب مميز، لعب من زمان ما شفنا هيك نوعية لاعبين موجودين بالمنتخب أو لعبة سوريين ممكن يعطوك إضافة أو حل إبداعي فهذا الحل موجود لدى هذا اللاعب تبقى الدقائق الدقائق كلما زادوا الدقائق اللي عم بيلعب فيها هذا اللاعب كلما منرتاح أنه إذا شارك مع المنتخب رح يعطينا دقائق كمان أكتر ورح يقدم مستوى فارق مع المنتخب اللاعب الثاني اللي بنا نحكي عنه نوح شمعون بصراحة يا شباب لما شفت نوح شمعون كمان بالتشكيل الأساسية متواجد فرفح قلبي يعني نوح شمعون بالتشكيل الأساسية شفنا داليهو إيران دوست بالتشكيل الأساسية ماشي خلي يلعب ستين دقيقة سبعين دقيقة أحسن ما يلعب آخر ربع ساعة أو آخر عشر دقائق أو آخر نصف ساعة فبالتالي لما بيلعب ستين دقيقة أنت هون بتاخد الراحة النفسية على الأقل أنه اللاعب رح يعطي فنوح شمعون دخل تشكيل الأساسية مبسوطين مزهزين وتعرض الإصابة بالدقيقة خمسة وعشرين هون انتزع مرائي بصراحة بكل ما تعنيه الكلمة من المعنى إلى الآن ما بنعرف مدة غياب اللعب لكن منحتاج نوح شمعون منحتاج داليهو إيران منحتاج أي لعب منحتاج أي لعب خصوصا هاللاعب عم بيلعبوا بدوريات ممتازة ودوريات جيدة الدوري الدنماركي والدوري السويدي الدوري الممتاز أنت ما عم تحكي عن نادي درجة أولى أو تانية لا الدوري الممتاز فهذا اللعب بيلزم للمنتخب نحتاجه للمنتخب للأسف هاي الإصابة إن شاء الله ما تكون صعبة أو ما يكون مدة الغياب كبير لكن أنا متأكد إنه مدة الغياب ما أظن إنه راح تطول لمباراة كوريا الشمالية واليابان إن شاء الله يعني تكون يكون الغياب مبارتين أو ثلاثة أو أقل إن شاء الله لكن نحش معون هذا الشيء المؤسف بالموضوع إصابة اللعب بثانية مباراة عم نشوفوا فيها بشكل جيد المباراة الأولى قدم فيها مباراة ممتازة يعني رغم إنه دخل بالشغط الثاني لكن قدم إحصائيات وأرقام رائعة المباراة الثانية الإحصائيات والأرقام ضعيفة لأن بعد الداية 25 تعرض للإصابة اللعب الثالث اللي ممكن نحكي عنه وأكيد عمر خريبين عمر خريبين عم بيقدم موسم رائع جداً مع نادي الوحدة الإماراتي متصدر لهدافين دور الإماراتي على فكرة يعني الدور الإماراتي ما نسهل أطلاقاً الدور الإماراتي كمان فيه محترفين ولعب مميزين فإنك تتصدر هلا في ناس راح تقول فازوا على نادي بانياس بنتيجة ثلاثة واحد والأهداف اللي سجلها عمر خريبين يعني من ركلات جزاء ركلتين جزاء يعني مو هالأهداف لكن أنت بالمجمل لازم تحكي عن الشي اللي عم بيقدموا بوجود كل هالمحترفين نادي الوحدة يمتلك عدد هائل من المحترفين الدور الإماراتي لديه عدد هائل من المحترفين وعم بتلاقي اللاعب أساسي وعم بيلعب تسعين دقيقة وسبعة وتسعين دقيقة ومباريات كاملة الوضع حالياً اختلف مع عمر خريبين بداية الموسم كان فيه توتر بينه وبين المدرب حالياً الأمور ممتازة العلاقة ممتازة المدرب يعتمد على اللاعب وواثق من اللاعب وواثق من إمكانيات اللاعب فهذا الشيء كمان بريح اللاعب ياخد المجال أنه يكون هو الليدر بالملعب هو القائد بالملعب وهذا الشيء يصير مع عمر خريبين هذا الموسم لافت النظر بشكل عامبي بالدوري الإماراتي مقدم أوراق اعتماده بشكل دائم ككلاعب مؤثر يعني عمر خريبين إذا ما تعرض للإصابة دائماً بيتواجد بأي دوري بيسجل أهداف عدد هائل من الأهداف أرقامه وأحصائياته بتخليك تحترم هذا اللاعب إذا كنت على خلاف أو ما بتحب طريقة لعبه أو طريقة تعاطي بأي شكل من الأشكال لكن ما فيك ما تقول بأن لعب مميز ما فيك ما فيك لأن هذا اللاعب بصراحة كأرقامه وأحصائيات والشيء اللي عم بيقدمه بمسيرته حتى لما بيلعب مع المنتخب يعني بصراحة عمر خريبين مميز مميز فبرابو برافو هداف الدور الإماراتي ما نقليل أبداً أنك تنافس على هذا اللقب الهداف وتكون مع نادي الوحدة اللي أساساً ما عم بينافس على اللقب الأمر ما نسهل أطلاقاً أخيراً من أحكي عن لاعب منتخبنا محمد عثمان اللي عم بيلعب بالدور التايلندي مع نادي اللامفون وصنع كمان هدف وتعادله بآخر مباراة مع نادي بوليس بصراحة يعني هذا الموسم اللي عم بيأدمه محمد عثمان بالدور التايلندي موسم خرافي الموسم الماضي يعني صراحة ما كان جيد المواسم الماضية بشكل عام كان محمد عثمان دون المستوى الإصابات الانتقالات اللي كان عم يعملها بيروح شي مرة عالدوري القطري بيرجع عالدوري الهولندي إجع عالدوري التايلندي ما كان منسجم نادي لامفون مانو النادي القوي بتايلند يعني إطلاقاً مانو النادي القوي لكن بهذا الموسم محمد عثمان عم بيقدم مستوى خرافي كل ما بيلعب أما الصناعة أو عم بيسجل لعب مؤثر الدوري التايلاندي بصراحة صار متابع نتيجة أنه كمان عم بيجيبوا لعيبة من العراق من المنتخب العراقي من عدة منتخبات عربية فالدوري التايلاندي مانو دوري سهل إطلاقاً لكن نادي لامفون اللي عم بيلعب فيه محمد عثمان مانو النادي القوي ومع ذلك حالياً موجود بالمركز السابع أنا بشوف محمد عثمان مميز جداً كمان نحن بيحاشدوا المشكلة الأساسية كل ما يتم استدعاه للمنتخب بيتعرض للإصابة إن شاء الله ما تكون الإصابة دائماً قوية منحتاجه يعني منحتاجه منحتاج إذا كيل العم اللي كمان مع نادي انتبندنت يعني أدم مستوى رائع جداً إذا كيل العم كمان أدم مباراة ممتازة بيئة دوري الإرجنتيني كأحصائيات وأرقام عم بنتابع إذا كيل العم عم بنتابع أو رح نتابع خليل الياس رح نتابع إبراهيم هسار بالأيام الجاية كلهم لعيبة السوريين لا فرق على عكس ما يتم ترويجه يعني من بعض الناس نحن ما عم بنتابع أنا أكاد أجزم عم بنتابع كمشجعين أكتر من الناس اللي موجودة اللي بتعرفوها نحن عم بنتابع كمشجعين هاللاعبين ومنتمنى يتقلقوا أكتر وأكتر لأنه منحتاج كل هاللاعبين مستقبلا هاللاعبين سوريين دعموا واجب الاهتمام بهاللاعبين واجب وكمان أنك تشوف صفحاتهم تتابع نتائج اللي عم بيقدموها وكمان تتابع حسابات الأندية اللي عم بيلعبوا فيها ليش؟ لأن هالندي مثلا نادي بروما بوي كارنا نادي السويدي اللي بيلعب فيه داليهو إيران دوست صار صار عن بيحس بهذا التفاعل مثل نادي قادش لكن كمان صاروا عن بيحس وصاروا عن بينشروا صور داليهو إيران دوست بشكل أكبر فتفاعلوا مع هاللاعبين خلوا الأندية تعرف بأن إذا اللاعب لعب مع منتخر سوريا ليس انتقاص من اللاعب بل بيزداد جماهيريته وشعبيته واللي بيبحث عن هالأندي رح يلاقيها بالفيسبوك فقط اكتب اسم النادي والأمر سهل ما بتحتاج لإضافة روابط لأن الروابط بصراحة ممنوعة ننشرها باليوتيوب بشكل عام أو نستخدمها بشكل خاص هذا كل شي حاب أحكيه بتمنى أعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة